منذ هجمات الحادي عشر سبتمبر 2001 خدم ألف الجنود من القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق والعديد من الأماكن الأخرى حول العالم لمكافحة الإرهاب وتدمير أي ملاذ آمن للإرهابيين بهدف حماية الشعب الأمريكي وجميع الجنود وعائلاتهم قال بايدن إن الولايات المتحدة أمضت عشر سنوات في مطارضة وقتل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن نادن ونجحت في قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهر هذا الصيف مؤكداً أنه على الرغم من إنهاء حرب استمرت عشرين عاماً في أفغانستان إلا أن طريق أمريكا لمكافحة الإرهاب ليس له نهاية وخلال هذه السنوات الإحدى وعشرين منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 فقد شنت الولايات المتحدة حروباً حول العالم باسم مكافحة الإرهاب مما جعل العالم يدفع ثمناً باهضاً وتشير معطيات ذات الصلة إلى أن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أسفرت عن مقتل ما يقرب من سعمائة وثلاثين ألف شخص بشكل مباشر ونزوحي ثمانية وثلاثين مليون شخص في أفغانستان والعراق ودول أخرى هذا وأصدر البيت الأبيض بيان يوم السبت قال فيه إن الولايات المتحدة بما أنها لا تزال تواجه خطر الإرهاب فقد تم تمديد حالة طوارئ الذي كان قد تم أعلانها بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 لمدة عام آخر وبهذا الصدد قال المحللون إن الولايات المتحدة ترفع راية مكافحة الإرهاب لكنها تواجه ضغوطاً أمنية متزايدة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حوادث عنف مختلفة بشكل متكرر ومع تصاعد حوادث إطلاق النار يتزايد خوف الأمريكيين يوماً بعد يوم وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر شهد الإنفاق العسكري الأمريكي نمواً مستمراً بينما سقطت الحكومة الفدرالية في عجز مالي واستمرت ضغط على الميزانية والأموال في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومعيشة الناس الأمر الذي يزيد الفجوة الاقتصادية بين الناس ويحفز الاستقطاب السياسي والانقسام الاجتماعي في الولايات المتحدة